أكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو وثيقة ترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي كما تعكس التوجهات في بناء مجتمع يُعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن هذا المشروع الذي يعد بحق وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور الذي يمثل تعبيراً عن إرادة شعب مصر العظيم وترتكز على الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية كما تعكس توجهاتنا جميعاً في بناء مجتمع يُعلي من شأن العدالة ويُؤمن بحقوق الإنسان والمواطن ترجمة نانسي قنقر